استوقفني بعض النقاط المهمة في مباراة الأمس وأهمها بصراحة أنا مبسوط قوي 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 بمستوى رامي ربيعة رامي ربيعة يا جماعة ده لعيب خبرة كبيرة قوي لعيب ده من أيام الجيل اللي هو بتاع بوتريكا والكلام من ده اللعب في الأهلي في الفيرس تيم وهو عنده 17-18 سنة تقريباً لو ما كانش أقل من كده كمان عنده خبرات أنت محتاجها بشكل كبير كون أنه هو يظهر مبارح بالمستوى المتميز ده مستوى متميز فعلاً لرامي ربيعة بعد فترة غياب بعيد عن المباريات ده حاجة تحسب له وحاجة تحسب للجازل فاني أنه قدر يجهز رامي ربيعة أنه يلعب وأنه يظهر بالشكل ده إذن إحنا كسبنا مدافع مدافع بخبرات عظيمة هيكون إضافة للنادي الأهلي خلال الفترة اللي جاية في حالة الحاجة لجهوده عجبني قوي كمان في رامي أنه ما تلاحش أتكلم كتير ما اشتكاش أنا ما بلعبش أنا عندي مش عارف مشاكل أنا نفسي ألعب لا محترف لعب محترف حييجي وقتي حييجي دوري لازم لما تجيلي فرصة أبين أن أنا أدها أبين أن أنا لعيب كبير هو بصراحة أثبت أثبت مبارح في المباراة دي أنه هو لعيب ممتاز طبعا ومش محتاج أن احنا نتكلم عن رامي ربيعة كتير لكن هو لعيب كبير وإضافة لخطة فاعل نادي الأهلي الفريق بالكامل فهي دي العقلية اللي احنا دايما بنحتاجها ومتعودين عليها داخل نادي الأهلي ساعات بيحصل بعض الحالات كده بتبقى هفوات من بعض اللاعبين لكن كله بيتعلم بفيش مشكلة نفس الحال على فكرة بينطبق على مين؟ على محمد شريف محمد شريف ماشي بخطة أكثر من رائعة مع النادي الأهلي لكن أنا بتكلم في النقطة إيه بتاعت إيه؟ العقلية بتاعت الثقافة المفروض تبقى موجودة في النادي الأهلي عند اللاعب الموجود في النادي الأهلي محمد شريف ابتدى مع النادي الأهلي بشكل كويس جدا أحرز أهداف جي والترب واليا الرجل قعده قعد محمد شريف سكت متكلمش معتراتش لعب واليا لعب واليا كتير لغاية لما جت لمحمد شريف تاني نزل هو هو محمد شريف بتعاوله الموسم هو ده المطلوب من أي لعب في النادي الأهلي قد بشكل ممتاز ومستمر في إحراز الأهداف فبالتالي هو لعب مهم وبنحيي كل التحية يا محمد شريف بيكم كمانا عمل مباراة جيدة بالأمس فكلها أمور إيجابية في صالح النادي الأهلي نتمنى لهم يا رب بكل التوفيق بالشكل كامل بالتالي فيما يتعلق بأخبار الفرق النهاردة كان فيه